ولكن هبدأ كلامي مع حضراتكم بخبر زعلني شوية وأكيد زعل الكثير والكثير من متابعي الشارع أرياضي المصري وبالتحديد كرة القدم وهو تعرض رباعي فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا محمد سامح وأنس ماهر ومازن عمر ومحمد رمضان لحادث مروري بالقرب من مقر التدريبات اللعيبة الأربعة انتقلوا لأقرب مستشفى بالتحديد كانت مستشفى الشيخ زايد بعد الحادث مباشرة وده بعد ما العربية اللي كانوا فيها وقعت من أعلى المحور بعد استضامها بأوتوبيس في الحقيقة كلنا كنا في حالة من الرعب وحالة من الخضة الشديدة على هؤلاء اللعبين ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنطمن حضراتكم وبنطمن الناس فيه ثلاث لعبين في حالة مستقرة وحالة جيدة ولكن للأسف محمد رمضان الوحيد اللي حالته صعبة بعض الشيء بسبب إصابته وهيكت إصابة قوية شويتين أجرى عملية في قاع الجمجمة وموجود حاليا في العناية المركزة لحد ما حالته تتحسن بإذن الله هنفضل دايما على تواصل مع حضراتكم هنفضل دايما بندعيله هنفضل دايما بنتكلم عن هؤلاء اللعبين بدورنا أولا الإعلامي ثانيا بدور نادي الزمالك المجتمعي تجاه كل الأندية وتجاه كل اللعبين وتجاه كرة القدم المصرية الهدف الأهم والأسمى من أي حاجة هو سلامة اللعبين بإذن الله الأربع لعيبة يرجعوا معافين بسلامة الله وأمنه ويكملوا مسارتهم في الملاعب ويكون لهم مستقبل كبير إن شاء الله إحنا في ظهرهم وإن شاء الله معاهم وإن شاء الله مع حضراتكم خطوة خطوة كده هنبقى نطمنكم كل شوية ولكن بنطلب من حضراتكم الدعوات لهؤلاء الشباب وإن شاء الله بإذن الله يعني يقوموا منها على خير ولكن كان وجب علينا إن إحنا ندعي لهم ونكون دايما مساندين لهم